بساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قرار مجلس ادارة النادي الاهلي بمنح حسين حجازي ومختار التيتش العضوية الشرفية للنادي لتاريخهم الطويل والخدمات الجليلة اللي قدموها للرياضة المصرية بشكل عام واللعبة كرة القدم على وجه الخصوص واتكلمنا عن مشروع رصف شوارع النادي وكان مشروع حضاري زاد من جمال ورقي ونظافة النادي واتكلمنا عن انضمام احمد عبود باشا لعضوية مجلس ادارة النادي الاهلي وانتخابه وكيل للنادي واتكلمنا عن افتتاح حمام السباح يوم 15 مايو 1945 الاحتفال اللي حضره الملك فاروق وكان يوم جميل اقيمت في المسابقات بين فرق النادي وفرق المدارس المختلفة واتكلمت عنه الصحف وكان اول مدير لحمام السباحة يوسف عز الدين واتكلمنا عن وفاة احمد حسنين باشا رئيس النادي الاهلي في حد السيارة لما اصطدمت بسيارته سيارة تابعة للجيش الانجليزي فوق كبرى قصر النيل واعلن النادي الحداد وتم تنظيم جنازة رسمية للراحل الكبير الله يرحمه واخيرا اتكلمنا عن تعديلات قانون النادي اللي تمت يوم 3 يناير 1947 وكان فيها تعديلات مهمة جدا لكن كان فيها تعديل تاريخي وهو حصول المرأة المصرية على العضوية العاملة للمرة الاولى في تاريخ الاندية المصرية عشان يكون 3 يناير 1947 يوم تاريخي للمرأة المصرية في علاقتها بالاندية الرياضية وتحقق تدريجيا حلم عمر بيك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الاهلي في دخول المرأة للنادي زيها زي الرجل بالزبط الحلم اللي بدأ بفكرة عرضها في جلسة 13 ديسمبر 1907 بتعيين يوم في الأسبوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا يعني السيدات بس هم اللي يدخلوا النادي لممارسة الرياضة أيامها اللجنة العليا للنادي الاهلي قررت تأجيل النظر في الاقتراح لأن ظروف المجتمع في الوقت ده ما كانتش تسمح وفي سنة 1913 يعني بعدها بست سنين قررت اللجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 تنظيم حفلة للرجال في يوم وللسيدات في اليوم التالي وده كان أول اقتراح لدخول المرأة المصرية للنوادي في الجلسة اللي بعدها يوم 21 فبراير 1913 قررت اللجنة العليا أن تقام الحفلة يوم 21 مارس 1913 بدلا من 16 مارس 1913 وضم الحفلة التي كان تقرر إقامتها للسيدات في إله هذه الحفلة وجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلنا منه وده كان أول دخول للمرأة المصرية لأي نادي في تاريخ مصر ومن سنة 1900 و13 والحد سنة 1922 يعني لمدة 9 سنين المرأة المصرية كانت بتدخل النادي تتفرج وبس على الحفلات سواء كانت رياضية أو فنية وفي الوقت ده كانت رياضة السيدات مقصورة على الأجانب السبب الرئيسي في التغير المجتمعي ده كان ثور 19 اللي غيرت مفاهيم المجتمع تجاه المرأة لأنها خرجت سنة 1919 لأول مرة في تاريخها في المظاهرات الوطنية كشريك أصيل في المجتمع وأصبح سؤال اللي بيدور في أزهن الجميع لماذا لا تمارس المرأة المصرية الرياضة مثلها مثل الرجل فقررت اللجنة التنفيذية في سنة 1923 أن يتم تخصيص صباح يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لدخول المرأة النادي من أجل ممارسة الرياضة ولا يصرح للرجال بالدخول في هذين اليومين إلا بعد الثانية عشرة ظهرا وتم إعداد غرفة تغيير ملابس للسيدات اتكلفت تمانية جنيه وبدأت المرأة ممارسة الرياضة يصبح النادي الأهلي رائد الرياضة النسائية في مصر رياضة قدمت لمصر العديد والعديد من النمازج النسائية المضيئة على المستوين المحلي والدولي وأصبحت المرأة في النادي الأهلي عضو رياضي بتمارس الرياضة والمسابقة المختلفة وسنة 1935 اتقدم عضو النادي الطبيب عبدالسلام الحمامسي باقتراح بأن السيدات والأنسات يبقوا أعضاء في النادي وليهم اشتراك سنوى وفعلا تم طرح الاقتراح ده على اللجنة العليا للنادي في اجتماح يوم 19 نوبمبر 1935 وقررت اللجنة العليا برياسة جعفر ولي باشا تكليف اللجنة التنفيذية النظر في مسألة اشتراك السيدات والأنسات المصريات في عضوية النادي والبحث في هذا الموضوع وتقديم تقرير للجنة العليا بالجلسة القادمة واللجنة التنفيذية اجتمعت وبحثت وقدمت تقريرها اللي اتعرض على اجتماع الجمعية العمومية اللي انعقدت فيه 13 ديسمبر 1935 وجيف محضر الجمعية ذكر حضرة سكرتير النادي انه سبق ان تحول على اللجنة التنفيذية اقتراح اشتراك الانسات والسيدات المصريات في عضوية النادي وتلا حضرته محضر تقرير اللجنة التنفيذية المؤرخ في 26 11 1935 الذي به نتيجة بحث هذا الموضوع وتتلخص في قبول الانسات والسيدات المصريات كأعضاء منتسبات في النادي اذا كنا حاصلات على شهادات عليا ومعد البحث في هذا الموضوع وفقت الجمعية العمومية على ذلك على ان يشمل هذا التصريح طالبات المدارس العليا ايضا وفضلة المرأة المصرية عضو منتسب 12 سنة لها كل الحقوق معادة حق حضور الجمعية العمومية يعني ما لاش حق التصويت ولا الانتخاب لانها ببساطة مش عضو عامل لحد ما قررت الجمعية العمومية في 3 يناير 1947 ان تصبح للمرأة المصرية عضوية عاملة وصدرت الصحف وفيها منشط عريض النادي الاهلي يعطي الفتاة المصرية حق الانتخاب وكتبت البلاج وليس وأن وكتبين قيمة هذا القرار في مساواته للعضوة مع زميلها في هذه الجمعية العمومية التي لا يشترك فيها إلا كل حائز على مؤهل عالي أو من ذوي الحيثيات الذين يصبح لهم بعضوية هذا النادي العديد فتهنئتنا للفتاة المصرية المتعلمة على نيل هذا الحق الذي يكسبها كرامة وفخر هي أهل لهما وعلشان نعرف قيمة القرار أكتر وأكتر وليه الصحف اهتمت بالقرار ده تعالوا نشوفوا الصحف غطت إزاي انتخابات نادي الجزيرة اللي أنشأوا الانجليز كتبت الأهرام في 1 مارس 1952 وحضر الاجتماع حوالي 800 عضو ولم يسمح للسيدات الأعضاء بالدخول لأن قانون النادي يحرم اشتراكهن في اجتماعات الجمعية العامة تخيلوا الأهل سنة 1947 ادى للمرأة كامل حقوقها وسواها بالراجل ونادي الجزيرة اللي أنشأوا الأجانب كان لغاية سنة 1952 حارم المرأة من حقوقها وتأجل منحها كامل حقوقها في باقي الأندية سنين طويلة كانت خطوة عظيمة سبق بها الأهل كل الأندية المصرية كعدت دايما في ريادة الرياضة والأندية المصرية وفضلت خطوة أخيرة وهي حق المرأة في ترشيح نفسها لعضوية مجلس الإدارة خطوة هنعرف إزاي اتحققت في الحلقات القادمة اشتركوا في القناة